كل يوم بيدو جبنة لو زهيتي بقى من سندوتشات المدرس اللي بتحطي فيها بيدو جبنة وكمان عايزة وصفة للعاشة تكون سهلة وسريعة تعال اقولك هتعمل ايه هتجيب في الاول كده حوالي كيلو قلة ربع من البطاطس طبعا مؤشرينها وهنقطعها مكعبات بالحجم اللي انت شايفين هناخد بقى البطاطس وهنحطها في حلة وهنغطيها بالمية وهنضيفها اليوم كده حوالي ربع معلقة كبيرة من الملح وهناخد بقى الحلة دي هنرفحها على النار ونسيب بقى البطاطس معنا لحد ما بتستوي سوى كامل ده بقى التسوية اللي احنا عايزينها بعد كده هنصف البطاطس بالشكل اللي انتو شايفينه وما تنسوش بس في الاول كده تنزوله تحت تعملوا لايك للفيديو وتعالوا بنا نكمل بقية الوصفة هنحط بقى على البطاطس شوية كده من الفلفل الاسود وبالهرسة بتاعة البطاطس هنفضل كده ايه نعمل فيها شوية لحد ما البطاطس تكون نعمة معانا جدا بالشكل ده جبنا كمان كده شوية من البقدونس الاخدر هنبدأ برضو نقطعهم لقطع صغيرة وهناخد البقدونس ونبدأ كده نضيفه على البطاطس وهنبدأ برضو نقلبهم لحد ما المكونات تمتزج معانا كويس جدا بعد كده بقى هنضيف حوالي كده ايه متجراب من الجبنة الموزرلة وطبعا اختياري لو انت عايزها اقتصادية ما تحطيش جبنة خالص بعد كده ما خلطتهم مع بعض بالشكل ده هنضبط ده الملح لاني دقتها كده حسيت ان هي محتاجة شوية من الملح وهنخلطهم قويس مع بعض نيجي بقى للخطوة التانية هي كده خلص البطاطس بقى الجهزة هنركنها على جنب جبت بقى هنا 3 قطع من الجبنة الشيدر وهقطعتهم كل قطع قطعتها الاربع قطع وجبت كمان كده كم قطع من اللانشون طبعا التزيين ده او الحشو ده اختياري يعني ممكن اي حاجة ممكن تقدر تعمليها وبرضو قطعت اللانشون زي ما قطعت الجبنة بالزبط وجبت كمان كده بطين حطت عليهم رشة ملح رشة من الفلفل الاسود وخلطتهم كويس مع بعض بالشكل ده وجبت كمان كده طبق وحطيت فيه اللي هي خلطة الفيجيتار الكريزبي ودي بتتباع عند اي عطار وممكن كمان تستفديليها بشوية من الدي بس تحط عليهم كده شوية من البهارات بتاعتك كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة معنا هنجيب بقى البطاطس وتعالى اقولكم هنشكلها زي زي ما انتو شايفين كده بناخد معلقة كبيرة من الخلطة بتاعت البطاطس ونبدأ كده ايه نسويها بين ايدينا وبعد كده بنحط قطعتين من الجبنة الشيدر على كمان قطعتين من اللانشون وهاخد كمان معلقة كبيرة وهبدأ كده احطها على الحشو وهبدأ بقى يقفل بالشكل ده اهم حاجة لازم نقفل على الاطراف بتاعت البطاطس كويس ونبدأ كده ايه نعملها بالشكل اللي انتو شايفينه يعني زي ايه البانيل اللي احنا منشتريه من برة هنخلص بقى كل الكمية وهنا ما شاء الله الكمية عملت لي 7 قطع هجيب بقى الخليط بتاعة البيض والخليط بتاعة الفيجتار واخد كده الاول البطاطس احطها في الخليط بتاعة البيض بس اهم حاجة لازم نصفيها كويس بعد كده بقى نحطها في خليط الفيجتار اهم حاجة منيجي نحطها في خليط الفيجتار لازم نضغط عليها ضغطة خفيفة خالص بادينا ما ينفعش نضغط جامد بحيث بس ان احنا نضمن ان الخلطة بتاعة الفيجتار اتغلفت يعني ايه على البطاطس من جميع الاتجاهات وهنجيب بقى طوصة على نار وسط هنحط فيها شوية زيت وكمية الزيت مش كتيرة وهنبدأ بقى كده نوزع البطاطس زي ما انتو شايفين وانا هنا بحاول يعني ان الطوصة تاخد اكبر يعني اكبر كمية تمام اول بقى ما البطاطس تبدأ تاخد لون دهبي من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية بنش بنسيبها كتير لان احنا هنا يضبق بس عايزينها تاخد لون دهبي هي خلاص كده اخدت لون الدهبي الجامل ده على طول اول كمان لما تاخد لون من تحت على طول بنبدأ نخرجها وتقدر طبعا تخرجها وتحطيها على منادي المطبخ علشان تصفي اي زيت زيادة موجود فيها بس هي الحمد لله مصراحة ما شربتش معي زيت خالص وكده خلاص ما شاء الله شايفين يا جماعة ممكن بقى تقدر تحطها في سندوتشات وتعملها يعني الاطفال وهم رايحين المدرسة او كمان لو انت عندك يعني اولادك في الجامعات تقدر برضو تحطها لهم في سندوتشات ويرضوها معهم وصفة عشا ما بتاخدش كده حوالي تلات دقيقة وتكون مجهزها بصراحة بقى طعمها جميل جدا 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 ومميز قوي اظن بقى بعد المنظر للامر ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فاق غير تسلم ايديك يا موليلي لايك بقى لو عجبكم الفيديو